اهلا وسهلا بكم مع الوصفه النهاردة هقدم لحضراتكم روز اللحمة المكروه واللوز ان شاء الله يعجبكم هنبدأ الاول ان احنا نعمل الرز هنجيب كوبايتين رز بسمتي نحط الحل على النار نور تبقى عالية تأكد بس اللي هي شفلة ايوه هنحط زي مثلا معلقة زيت اين كان زيت زيت طعامه ده افضل شي ونحط معي معلقة سمنه او زيت ده لان زيت زيت طعم حلو اللي مش عايز يحط سمنه او زيت براحته مش حاجه اساسيه اللي عامل دايت ممكن كمان يعمل رز ده بس من غير ماده دهنية بس شوية هيبقى محتاج مية اكتر بحط الرز كوبايتين تقريبا كوبايتين رز بديهم تشويح هكده على النار وفي نفس الوقت هعمل الخلطه الثاني يكون عندي حكبت الخلطه جاهزه زي اللحمه المفرومه والبصل وبسله وطبعا السمنه او الزفده ومعلقتين صلصه دي بالنسبه للخلطه اللي احنا هنعملها دلاته مع حضراتكو انا بالنسبه للرز خلاص كده انا اعتبر شوحته سريع بحط عليه معلقة كركم الكركم بدي لون حلو قوي بنضيب شوية ملح ومكعب مرقه ممكن نحط نصف وممكن نحط المكعب زي ما حضراتكو عايزين حط شوية نقلب ونضيب الميا على الرز لو في شربه ممكن لو في ميا نضيب الميا وميا تكون صفنه يبقى افضل الرز باقيتها بصوي اسرع زي ما حدستي شايفين كده انا بحول عير بحيث ان انا اعرف هل هو كده كفاية ولا لا كده الميا وهي التغليب مع الرز بنقل الرز بحطه على عين هادية شوية بوطيها على اخر وبسيب ويس بوي وابدأ اعمل الخلطه بتاعة العصاج اللي انا هحطها على الرز بحط بس حت الزبنة صبيرة كده عشان بس تضي ريحة تضي طعم حل مش عارف ان اليه دلوقتي اليومين دور بتكلم عن زبنة كتير رغم ان انا مش بستخدمها كتير على فكرة انا بحب الاكل يكون صحي قوي من يكونش فيه دون كتير بضيف اللحمة المفرومه بتاعتنا وبضيف عليها البصل يعني بنعملها كأن احنا بنعمل العصاج بالضبط ما فيش اي فرق خالص الفرق الوحيد الصغير فيه ان انا بعد ما بعصاجها بشوية صغيرة كده ببدأ احط عليها بسلة البسلة بتدي طعم حلوة قوي مع الرز والوجبة دي متكاملة ومشبعة جدا ووجبة يعني وجبة فيها خضار وفيها اللحمة وفيها رز ففيها كل المكونات وطعمها حلو ودي بقى الحاجه الاهم يعني هضيف شوية ملح وضيف شوية تلفل بقلب كده بحيث انه تتعصد ممكن كمان اضيف معلقة صلصة الطماطم اللي هي tomato paste يعني وبقلب كويس كده على النار وبعدين بضيف البسلة بتاعتي وزي ما حاداتكم شايفين بسيب اللحمة المخرومة بتعصد وبعدين انكمل وكده الخلطة بتاعتنا انا تقديما استاوت اللي هي العصاج بالبسلة وكمان الرز بتاعنا استاوى ونبدأ نقدم الطبق بتاعنا بطريقة لطيفة احنا بنشيل رز رز البسمتي طعمه مميز وحلو لونه كمان يعني شوفوا الكركم عمل لون حلو ازاي ممكن بدل الرز البسمتي نعمل برز مصري ممكن جدا وبرضو بنحط عليه الكركم وهيدي لون حلو وشكل حلو وطعم حلو يعني في العموم اصلا رز المصري مميز بطعمه الجميل يعني وناس كتير بيحبوا قوي رز المصري شان طعمه الحلو ده وبنزبط كده طبقنا ونخلي بس كده في النص من المسافه بحيث ان احنا نقدر نحط الخلطه في ناس تحب تحط الخلطه فوقيه انا بحب احطها كده في النصه اشان لو حد عايز ياكل رز بدي الخلطه يقدر بردو ياكل رز المصري الخلطه ونقدر نزينها بشوية لوز حلوين اللوز بيدي طعم حلو ممكن نتعيد عن اللوز بشوية سوداني برضو سوداني حلو وهيخلي طعم الاكله لطيف وظريف احنا كمان لو بنيجي بنقدمها بنقدمها مع زبادي ممكن نعمل صلطة زبادي بالخيار وممكن نجيب زبادي عادي زي ما نجيبه كده وبناكل الرز بالخلطه مع الزبادي يارب تكون عقبتكم تنسوش لايك وشير وتابعوا صفحتنا صفحة الوصفة واشوفكم بارتاني كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة دوت كوم